من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يقود العمل الحكومي بطموحات وطنية وتطلعات تنموية متعددة تحقق مستقبلا مشرقا وواعدا لمملكة البحرين وتمتد فيه الإنجازات الحضارية والنجاحات الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وشاد معاليه بمضامين حديث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرؤساء الصحف المحلية والذي حدد من خلاله ملامح العمل الحكومي وفق رؤى شاملة تنطلق من الثوابط الوطنية الراصخة التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أيده الله والدستور وميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 20-30